ايه شبابي دونك اه نبدي وان نتبعوا مع بعضنا اذا تمهيد ان الانتقال من الذاتية الى افق البين الذاتية هو في حقيقة الامر تبدل في وجهة السؤال معانيتها احنا كي بش نخرجوا من درس الانية والغايرية بش نمشي ونسألوا سؤال اخر دونك تبدل في وجهة السؤال من اثارة الاشكال التي تبحث في المهية المخصوصة للانات مليكن تلوج اشكوني اين دونك بش نولي نسأل على حاجة اخرى دونك الى اثارة الاشكالية التي تخص المجموعة البشرية المشتركة من حيث ان استشكال الانساني اقتضى التحول من الذات الى البين الذاتية دونك الى البين الثقافية بمعنى شو معنى هالكلام هذا معنى تحولنا من السؤال عن من انا الى من نحن ما عادش نسأل انا شكون شكوني رباب واللي تنسأل شكونهم جمعة طلباء واضح؟ دونك الهنى انتقلنا من السؤال عن الهوية المهية المخصوصة الى البحث عن المجموعة البشرية المشتركة واضح؟ دونك اول حاجة هي بشراء دليلة الخصوصية وابعادها به دونك دليلة الخصوصية وابعادها يشير مفهوم الخصوصية الى الهوية دونك انا كنقول يا جمعة الخصوصية الى هنا كنقول انا الخصوصية الخصوصية راني نقصد الهوية دونك اعطيكه الخصوصية راهي الهوية من اتا هوية واضح؟ دونك وهي الهوية هذي بش جيو بنا على سؤال تجيب على سؤال من نحن ما عادش من انا السؤال ما عادش على اينا شكوني ولا على من نحن واضح؟ دونك باعتبارها ما به يكون الشيء هو نفسه دونك وهذا التعريف للهوية ليس بعيدا عن معنى الانية من حيث انها تدل على ما يميز الانسان وما يعبر به عن حقيقته من وجهة نظر متافيزيقية غير ان السؤال عن الخصوصية يحيل الى الهوية كنسئلة انا على الخصوصية راني قاعدة نسئلة على الهوية من جهتي ما يميز الانسان بما هو كائن ينتمي الى مجموعة او مجتمع معين حتى واحد فينا راهو ما ينجم يعيش وحده مع انت ما تجامش انت تقوم منعرش انا تخدم وحدك ترقد وحدك تصنع منعرش انا شنو وحدك تعمل كل شيء وحدك هذية لا واضح ولذلك ونظرا لتعدد مجالات حجور مفهوم الهوية لابد ان نميز بينك اول حاجة انت تتعلم اتميز ما بين تعريفات الهوية دونك ثم الهوية الشخصية مثلا تحيل على ما تختص به الذات من تفرد واحدة وتشمل الوعي بالذات وتمثل وتمثل الفرد لها انا كي نسأل ايا نقول لها شنية مثلا هويتك ايا بيش تجيو بتقولي انا ايا فرج الله من البلاسة الفلانية انتمي الى كذا وكذا واضح بالنسبة للهوية الاجتماعية تعني كل ما يؤمن التعرف الى الذات من الخارج وترتبط بجملة الانظمة والرموز كما اللغة اللبسة الدين العادات التقاليد الى اخره التي تشترك فيها الذات مع الاعضاء الاخرين داخل المجتمع الواحد وتمثل الاساس الذي يستمد منه اي مجتمع اختلافه وتميزه عن مجتمع اخر معناته انا كي نعرف الهوية الاجتماعية متاعي راني بيش نقول انا نحكي اللغة العربية نلبس مثلا الجبة الديني هو الاسلام العادات متاعي كذا وكذا الماكلة متاعي مثلا البلا برانسيبال هو الكوسكسي دونك الهني شنو يميز مجموعة بشرية على غيرها واضح دونك الهوية الثقافية تتضمن كل ما هو مشترك بين جميع افراد المجتمع مثل القواعد والمثل والقيم التي يشترك فيها الفرد مع بقية افراد المجتمع ويمكن ان نتحدث ايضا عن هوية بين ثقافية في حالة التبادل والحوار بين الثقافات المختلفة اي في حالة تثقف معناية تدخل ثقافة في حوار وتبادل مع ثقافة اخرى ولي وقتها نحكيه على هوية بين ثقافية معناية هوية بين الثقافات خطر ان فتحنا على ثقافة اخرى واضح؟ سامحوني به دونك الهني كنقول انا الهوية الهوية هذية بيش قلنا تجيب على سؤال من نحن والخصوصية اذا تعني دونك هي او نكتب لكم نعرفكم تحبوا نكتب الملاحظات اللي نملهم شي فهيا دونك هي ميزة ما هو خاص اي ما يتعلق بفرد او مجموعة ما دون المجموعات الاخرى دونك الهني نحكيه على خصوصية ثقافية هوية ثقافية دونك الهوية وراهي الهوية هي خاصية انسانية معناية الهوية دي ما في علاقها كان بالانسان ما نتصورش ما نتعلوش ولا جرانة ولا وزغة عندها هوية ثقافية واضح؟ اذا مفهوم الحدل هنا دونك يقول تشارل ستايلور ان اعرف من اكون يعني ان اعرف الموقع الذي احتله دونك بش تعرف انتي يا مالك شكونك نازمتك تودة باغ تعرف الانتماء بتاعك تعرف الموقع اللي انتي موجودة فيه هذا الموقع هو ما يمكن الانسان من تحديد علاقاته وتقييم سلوكاته معنايته انا من خلال مثلا انتمائي الى تونس نجم انا نحدد ونقيم السلوك امتاعي واضح خطر عندي لهنائي ولي مقياس ومعيار نقيم بيه واضح؟ اذا تتحدد الهوية في هذا الاطار حسب تايلور عبر التزامات اخلاقية او روحية او سياسية تمثل الاطار او الافق الذي بداخله يمكن للفرد ان يتخذ موقفا ويحتل موقعا ويمتلك مبدأا وعقيدة وسلوكا مخصوصا وهذا الاطار يمثل السياق الثقافي الذي ينتمي اليه وبذلك تتحدد الهوية بما هي انتماء ثقافي اي تتحدد بمجموعة الخصوصيات الثقافية واضح يا جماعة؟ لهنة فما بشي جينا مشكل يقول لك ان يثقد المر القدر على التموقع فان ذلك يعني عدم امكانه الحكم وبالتالي فقدانه ليقينه الاخلاقي والروحي والحضاري وهذا ما يسميه تايلور ازمة هوية رهو اصلي بحاجة ينجم يتيح فيها الانسان هي ازمة الهوية واضح؟ وش معنى الهنة ازمة هوية كي انا اقول لك رهو فما ازمة هوية يعيش فيها مثلا المجتمع ولا يعيشها الشخص هي تعني شكلا حادا من الضياع وعدم معرفة الذات لذاتها ساعات يقول لك ولا هي منيش عارف انش كوني منيش عارف لشنو ان انتمي حس روحي ضايع حس روحي مرة هكا ومرة هكا متهم ساعات تلاحظ عبيد مثلا نبصتلكم الحكاية ساعات واحدة ولا حتى واحدة تراها اليوم مثلا ملفوفة في عشج الباب محارمة كل شي غدوة تراها عريانة ربي واضح؟ فما هنا اضطراب اكا الاضطراب مثلا يكون نجم عن ازمة هوية لانه الشخص اصبح ولا المجموعة اصبحت تعيش نوع من الضياع الحاد وعدم معرفة الذات لذاتها فما فقدين جذري لليقين وغياب موقف واضح من الاحداث والمواقف بل حتى من العالم واضح؟ ان لحظة خسران وفقدين وتخلي الهوية عن التزاماتها وافقها وموقعها وموقفها وتطلعاتها وتواصلها واضح؟ يقول الى تجربة مؤلمة ومرعبة اللي هي اغتراب الهوية لذلك فان نعرف من نكون ومن نحن كفيل بانتشال وجودنا من الضياع والعبث يراه سيدخو ان تخطو انك تعرف شكونك انتي واضح؟ ان التمسك بالهوية اثبات للوجود وتأكيد للاستمرارية اي انه موقف يعين بقيمة الاختلاف بما هو رافض من روافض الانتماء للهوية الانسانية الكونية به كي نقول لك ان ازمة الهوية راه نعني بها راه تعود الى تعود الى فقدين اليقين بسبب بسبب التشكيك في مقومات الثقافة معناه غير واثق في ثقافة واضح؟ وفقدين الأصل بسبب التباعية والتقليد تلمون انسان ولا يتبع ويقلد في ثقافة غيره فقد كل ما هو خاص به واضح؟ لذلك اللي هنا بشوالي يعيش شكل حاد من الضياع وبالتالي العجز عن تحديد من يكون لذلك ينقول لك انا ازمة هوية رك عندك ازمة هوية واللطفة عليكم الناس الكل بعيد الشر عليكم خطر اخي بحاجة تجمد تصير للانسان يعني العجز عن تحديد من يكون ايه واضح حد لهنا ايه داكور ايه اذا فماذا نعني انا قلت لكم ان التمسك بالهوية اثبت للوجود وتأكيد للإستمرارية اي انه موقف يعي بقيمة الاختلاف بما هو رافض من روافض الانتماء للهوية الانسانية الكونية سأعلمنا الانسانية الكونية كيف معنى الكونية كونية 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 نسمعوا فيها نانني نانا شو نية هى الكونية هذه به باللة بالكونية ما معنى الكونية الكونية تحيل الى ما هو إيتيق كلمة إيتيق معناها الأخلاق دونك تحيلوا إلى ما هو أخلاقي قيمي وهو ما يرتبط بتأسيس وحدة إنسانية بين كافة الشعوب دونك هالكونية هذية هي حاجة محليها على الأخر حاجة كما يقولوا بيسان دلاغة دونك تحب تأسس إلى وحدة إنسانية بين كافة الشعوب تحب الناس كلما تعايشة مع بعضها أمن وآمان يحيا هنا الإنسان واضح يا جماعة تحب على المحبة تحب على الاحترام ما حليها ما حليها عرفت كترها تولي عينك قلوب الكونية دونك تحيلوا الكونية إلى ما هو إيتيقي وهو ما يرتبط بتأسيس وحدة إنسانية بين كافة الشعوب تقوموا على مجموعة من القيم الكونية تضرب البونية على القيم تحب القيم واضح؟ بقطع النظر عن الانتماء العرقي أو الديني أو الثقابي معناتها أين؟ بقطع النظر على أنتم ممنين جايين يا جماعة الطالبة مثلا لو كان إنا الكونية وإنتم هاكم برشا كل واحد جاي من بلاصة كل واحد يعبد في حاجة كل واحد من عرش إنا اللغة اللي يحكيها إنا نحترمكم ونحبكم من ناس الكل واضح؟ هذك هي الكونية نحترم بعضنا نعيش وعيشة فل الناس الكل ما بعضنا واضح؟ وهي القيم اللي الدافع عليها اللي عندها هاك ميل لها خاصة الحرية ايه الكونية تحب برشا الحرية تعشق حاجة اسمها الحرية بتعرفت كل اللي الدافع عليها بقلبه رب الحرية الحق يظني نفهم مش حتى واحد فينا ما يحبش يكون عنده ما نتحق في البلاصة اللي يعيش فيها به العدالة الانصاف الكرامة يظهلي حتى واحد اللي يحب يطايحول وقدروا وماذا بنا نسكل نحترمو لهم كرامتهم الديمقراطية شو ما حليه هكي الكلمة الديمقراطية نوك هذو ما هما القيم اللي يدافع عليهم الكونية دون انتا تحددوا الكونية كغاية منشودة حاجة نحبو نوصلو لها او مطلب غايته دعم العلاقات البين الثقافية والتي تحضروا فيها جميع الخصوصيات بالتساوي ايا مساوية الملك ملك مساوية النور سهام مساوية الوجدين ظهور مساوية للي فاتوا الكل لك واضحة وانا زدا مساوية لكم الناس الكل على فرد واضح دون احنا اي كونية هي افق يضمن للانسان انسانيته وهي تفاعل لما هو مشترك بين الناس من مشاعر وقيم ومثل عليا وحقوق وحريات رغم اختلاف الاجناس وتباين الازمات تعبد صباط تعبد حيد تعبد بهيم تعبد بقرة تعبد فار تعكي منعرشينا شنوة تعكي فرنسي تعكي انجلي تعكي منعرشي شنوة جاي من عام الروز جاي من عام الحرب جاي من عرش من وقت نحترمك لازم احترمك واضح باش نعيشوا في افق كوني حياتي واضح يا جمعة دونك اي نبدللكم الالوانة نزهيلكم حياتكم كيمة الدرس ازاي دونك ناخذو الاحمر دونك نقولكم اينا الكونية الكونية او الكونية سيلا مم شوز او الكوني نعني ربيه دونك هي لقاء الانسانية القائم على الحوار القائم على الحوار والاحترام والاعتراف بالمختلف والمغاير مش على خاطرك انتي ما نعرشي شعرك اصفر نرفضك ولا على خاطر انتي لونك اصفر نرفضك ليه ناس كل لازمنا نحترموا بعضنا مهما كان الاختلاف متعنا دونك انا كنقول الكونية نعني الاعتراف المتبادل بلوس احترام المختلف دونك اذا ناجم اقول الكونية اللي هي تداعم وتنمي وتعزز الخصوصية رهو الكونية اللي هنا ما هيش بش تتعارض مع الخصوصية بالعكس اتدعمها وتعززها الكونية دائما في علاقة بالقيام كنقول الكونية رهو ديما نحكي على القيام الكونية في علاقة دائما بالقيام تموت على القيام به اذا الكونية من الاخر هي ما هو مشترك بين البشر وما يوحد الجنس البشري يعني الكونية هي جملة القيام المشتركة بين البشر كما الكرامة الحرية العدالة الانصاف الى اخير اعطى نزيد نكتب هالكم معنا ما نخسر الكونية هي جملة القيام المشتركة بين البشر شنية هي القيام هي الكرامة الحرية العدالة الديمقراطية الحق الى اخير هي مفهوم الهنا حد لحظة هذي مفهوم كل شيء واضح ده يا جمعة اذا الكونية هذية قلنا محليها تحب على الناس اللي كلها عايشة مبعضها في اطار هكا المحبة والفرحة والدنيا كلها عسيلو زاهية في النواع به لكن لكن يا فرحة ما تمت يا فرحة ما تمت بش تصير حاجة خائبة شنية هي اللي فما يحصل صراع بين الخصوصيات به دونك الهنا بشي النطر حسوئات فهل من تعارض بين الخصوصية والكونية وهل أن الاختلاف الثقافي والحضاري عامل صراع أو إثراء دونك بش نوليون نحكيه على حاجة اسمها مخاطر القول بالنظرة الأحادية للخصوصية ونوليون نحكيه على الصدين والصراع وشنو سبب صراع الخصوصيات واضح دونك يمثل التصور الأحادي للخصوصية في القول بالمركزية الثقافية أي القول بالتفاضل بين الحضارات وبتفوق ثقافة ما واعتبارها مركزا ونموذجا ومعيارا للحكم عن مدى تحضر الشعوب الأخرى كما مثلا هنا أمريكا والغرب بصفة عامة يعتبر روحه الموديل هو الثقافة الأفضل والأحسن دونك هنا بش نوليون نحكيه على المركزية الثقافية بش تولي ثقافة ما معينة ترى روحها هي فقراسها ريشا خير من الأخرين لكم دونك ادعاءا أنها كما قلت لكم الأحسن الأفضل الأكمل الأجمل الأقوى إنها نماذج تجعل الكون متماثلا متجانسا متطابقا في هوية واحدة هي هوية الأقوى إنها ما يسميها سامير أمين بالمركز والأطراف معناها نجي ونتخيله ما بعضنا أنا مثلا نمثل مثلا الغرب معك سبحان الله هذا في روحي أنا خير منكم الكوليكا نرافي روحي الأحسن الأجمل الأفضل الأقوى الموديل السوف لديها لبخفة دونك أنا بش نولي كل في الكل بش نتربع ونحط ريشا فقراسي بالواضح وإنتو ما يجمع الكوليكا كل واحد فيكم بش يمثل ثقافة معينة اشتبعوني اتكروا تبديوا ورايا كيل عليلش وإنا ندور في الدنيا الكل المركز والأطراف معناتها الغرب مثلا اللي قاعد يسير هو المركز وجميع الثقافات الأخرى هي الأطراف واضح دونك وإذا أردنا أن نلتمس شاهدا قوليا واقعيا علينا سمحني وإذا أردنا أن نلتمس شاهدا واقعيا علينا أن نعود إلى ما كانت تدعيه الثقافة الغربية وراهي مزيل التدعي فيه الأوروبية أنها الحضارة أنها الحضارة التطور التمدن الحكمة دونك نجي أنا كثقافة ناتب الروحي أنا الحضارة أنا التطور أنا التمدن أنا الحكمة أنا الكل في الكل وإنتي شنوى إنتي الهاماجية البربارية إنت عرفت حسيلو ديمو دي عاللخ إذن وتنعت في المقابل كما تاوى كنت نحكي لكم الشعوب الأخرى بالهاماجية البربارية الحيوانية اللا إنسانية وهو ما يبرر ويشرع للثقافة الغربية أن تحتل وتستعمر تلك الشعوب ادعاء أنها الكوني والكلي نجي أنا بما أني أحلى وحدة فيكم بشن نقول لكم راهوا يجمع أنا الكوني والكلي واضح؟ وأنها تنقل إليهم أسباب وظروف التمدن والتطور إنتم يسر ديمو دي أنا بشنجي بلكم الحظارة والتمدن والتطور واضح؟ وهنا هدايا نسميوه بعب الرجل الأبيض دونك هدايا تتسمى عب الرجل الأبيض شمعنها؟ معنها نظرة احتقارية للآخر واضح؟ مما يكرس لواقع قائم على المركزية الثقافية والتعصب راهو إذا كين ثقافة ما بشترا روحها هي الكل في الكل هي خير من البيقي راهو الهنا بش نتيحو في حاجة اسمها المركزية الثقافية والتعصب يعني المركز والأطراف واضح؟ ونوليو نحكيو على صراع وصيدام واضح؟ به يا جماعة دونك شنو اللي خلي فما سبب صراع الخصوصيات هو علاقة دونك لهنا فما اشتولي علاقة صيدامية استعلاء كل طرف يستعى إلى بسط نفوذه وسلطته الأفضل كما يقولوها من عرش بالدرجة ولا هينسيتها بالضبط أما يقولك من راسي نقلع ولا حاجة هكا دونك بش نتيحو فتا عصب به فهمتوها الحكاية هذية وانا نكتب لكم كالكو نوت بي فهمين هاي ما غير ما نكتب دونك بي هاي هاي قالوا كتب لنا مي سيلش بدلوا اللون 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 حطوه هلا أخضر هيدا به نور مال موت تراوه ها به اذا سبب سبب الصراع تراوه اللون هيدا عجبكم ولا بدلوا به سبب الصراع هو على خاطر كل طرف يسعى إلى بسط آم نفوذ 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 وصلطته على الآخر بي اللي هو بشهزنا الحاجة اسمها التعصب دونك كل كل ثقافة تراوحها هي الأفضل كل ثقافة تعتبر نفسها الأفضل شعشاع وكالعرقوب أخضر كتبتلكم بالأخضر بش عرقوبكم يبدأ أخضر في الفلسفة نكمل مبعضنا دونك التعصب يا سيدي بن سيدات نحن نسمعوها برشة الكلمة هذي متى التعصب لكن شنية التعصب بش معناها التعصب التعصب هذا يا حاشيكم وبي وبي بأتم معنى الكلمة دونك حاجة رهي لطف منها وكهوف دونك التعصب هو حماس عمياء تكونوا إما بالرفض أو التأكيد باعتباره الأخذ بجميع الوسائل اللي نصر فكرة ما أنا مثلا نتول وكان جيت متعصبة للرأي متعري ريت انتم بلي بيش تحكيولي بيش نشد في بحتي ونبدأ نقولكم ناين يا حمود ناين كلمي ينا هو الصحيح وكلمك هاوين البحرر مي واضح دونك المتعصب يبدأ ياسر ياسر ينصر في الفكرة متاعه ولكن ينصرها دون روح حجج عقلية ولا منطقية ولا حتى يفوي حج واقعية عرفت ذي لا حجج لهم يحزنون ريت مثلا انت ساعات حتى تبدأ تحاول مع عمك ولا أبوك في الدار تبدأ تحاول فنعروا بفكرة معينة يبدأ شدت في بحث وقلت لا 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 وما غير ما تناقشني زيدة ذاك نسمي المتعصب واضح دونك اللي هو يبدأ كله يخدم ويدفع على الفكرة متاعه وكهو فالمتعصب يسعى جاهدا لنصرتي رأيه بالعنف العنف كان نزم بالبوني مهم ننصر فكرتي وينقع المناظرة بالحق معناتها لا يستند إلى الحجة الأقوى فاستنى الحجاج المنطقية العقلية ساعات انت تدخل في واحد تقول يا ودي هاقنعني بي فهمني بالمنطقة يقول ليه هدا كهو وكهو واضح يقوم التعصب على التصلط يكون متصلط المتعصب وانعدام التسامح ورفض الاختلاف والحوار ما يدخل معاك حتى في مما يشرع للعنف وكان نقول لك انا التعصب واشنمشي اوتوماتيكمو للعنف واذا التعصب هو انغلاق على مقاومات الخصوصية واعتبارها مصدر اليقين والرقي والتقدم والله كانت تقدم معايا الغضوة الصباح ماكش بشتقنعني ذكرا المتعصب اما انا راني في حقيقة الامر منشا كاك نعطي في المثال تقييم الآخر والحكم عليه بمعيار حكم الاخلي والجمال والذوق ما نعرش انا ايا عملت لوك ما نعرش سبغة شعرها احمر انا ما نحبش الاحمر بش نرفض ايا رفضا قاطعا ونقولها يا خيط مخي بشعرك مبشعك شبيك هك درا شنو احرام عليش على خطة جزد انا ما نحبوش الاحمر راوة واضح دونك الهنا بش نولي انا نحكم على الاخر بالمعيار الاخليقي والجمالي والذوقي بتاعوي دونك الهنا لازمنا نحترموا كما قلت لكم الاختلاف احترموا الاختلاف ما عادش تعملوا احكام مسبقة وتحكموا على العبيد هكيك من ريوسكم واضح للدين عاد ذوق دوسي وحدهم كما مثلا احنا عندنا الدواعش وكما مثلا عند المسيحيين راو عندهم زادا مبارشا من تعصب واضح دونك في كل ديانة راهو فما تلقى المتعصبين والتعصب العرقي اللي يبدأ قولك انا جاي من القبيلة الفلانية انا جاي من الفلان انا بنت انا ولد فلان عسيلو واش بشي فضها معاه عاد هذك بالتعصب الثقافي واضح تبدأ متعصب لثقافة متاعك وترفض كل الثقافية الاخرى ولكن مهما كان نوعه يظل التعصب منبع كل الاشكال دونك نقول لك التعصب رانو اوتوماتيك مو ماشين للعنف النزاعات العنصورية رفض الحوار والاختلاف التشريع للهيمن على الاخرين التعصب راهو حريتك محطوطة مهد واضح اول هنا نعطيكم انا مثال مثال حكي عليه فولتاخ نسق ريتوه دي التعصب دونك فولتاخ هو من موذبكر فرنسي نستحضر حكاية قال هنا وقتها على ليلة القديس سام بارتليمي دونك يعودوا لهنى وقتها تعصب برجوازي باريس اهم مثال عن التعصب قال لك فويتر اذ سيرعوا الى قتل مواطنيهم الذين انقطعوا عن الذهاب الى الصلاة وذبحوهم ونكلوا بيهم ورميوهم مش بابك وقطعوهم ززروهم حاسيلوا دونك مش زراب اتم معنى الكلمة دي جا طحوا فيها بشيوريك لهنى خطر التعصب يعني انتي مثلا بشيوريك المتعصب انتي مثلا كنت تصلي بطلت السلي جارك يعرف كتصلي مالي راك بطلت السلي ولي حد صباح الخير معاش يقول هيلك دونك لهنى المتعصب راهو يهز للعنف واضح على خطر المتعصب همه الوحيد تأكيد ذاته على حساب بالغير انا ميهمنيش في آية ميهمنيش في جهاد ميهمنيش في مالات ميهمنيش في نور سيام وجدان زهور ميهمنيش في جماعة الطلبة يهمني كان في الفكرة متاعي وفي رأيي انا واضح دونك هذي هو اشنو التعصب دونك التعصب د د بل واضح دونك التعصب د واضح على خاطر المتعصب كما قلت لكم همه الوحيد انه يأكد ذاته به نرجع للفولتير ان هذا ما جعل فولتير يقر بان التعصب وباء جائحا لا دواء له الكونسير القوله دواء والتعصب ما القوله شدواء غير قالك لهنه الفكر الفلسفي الدواء متاع التعصب شنو ماله هو الفكر الفلسفي شفته محلها الفلسفة الفلسفة تفيدك في حياتك تفيدك في دوارك تفيدك باختو محبوها الفلسفة يسر رايح لوا دونك الفكر الفلسفي بشي يقضي لكم على التعصب الذي دونك بفعل انتشاره شيئا فشيئا يلطف في النهاية طبائع الناس ويتقي منافذ الشر دونك الفكر الفلسفي شو محليه يلطف يلطف جي من لطافة واضح يلطف طبائع الناس ويتقي منافذ الشر فتكون الفلسفة الفلسفة بذلك خطابا انسانيا يواجه التعصب دونك الفلسفة بش تواجه التعصب باعتماد مش بش شد راو فرد للتعصب ام بش تواجه ها بالطريقة تواجه بالطريقة هذه خطر تعتمد التسامح كمطلب يعترفوا بالانفتاح والاختلاف دونك الفلسفة تحب على التسامح وتعترف بالانفتاح والاختلاف شفتوا محليها الفلسفة ومحليهم برافيت الفلسفة كيفاش بدون منفتحين ومتسامحين و so cute اذا الهنا الكف عن الحكم بالهماجية يعيسك الكف عن الحكم بالهماجية على الاخرين واعتبارهم متوحشين غير جديرين بالانتماء الى الانساني لمجرد اسمع سامحوني ذكره فردستار لمجرد انهم يخالفوننا الهوية والعادات والتقاليد والديانات يعني يا جماعة لو كانت تشوف انت عبد ماهوش في نفس دينك وماهوش من نفس العادات والتقاليد متاعك وما يحكيش لو اختك دونك بربي ما عادش ننعتوهم بالهماجية والبربارية والتوحش ونقوله اللي هو غير جدير بالانسانية راهو لكل شخص غويتو وصوصيتو واضح دونك ما لازم نيش نقوله اللي هذك راهو متوحش وبرباري لا واضح إذن يقول مونتانيو كل واحد يسمي همجيا ما لا يتفق مع عوائده فالهمجي هو من يصف الآخر بالهمجي راهو انت كتقول على عبد همجي جست خاطر ما يتبعش الحاجات مثلا ما يتبعش دينك ولا لوختك ولا عاداتك تقول علي همجي راهو في حقيقة الأمر ماهوش هو الهمجي وإنما انت هو الهمجي واضح إذن الاعتراف المتبادل بين الذاوات الفردية أو الجماعية إذ بحق كل واحد أن يكون مختلفا عن غيره دون أن يكون في مفاضلة ويمثل ذلك أساسا للتعامل بين الثقافات وبهذا يكون الاختلاف مقولة ناقدة للإقصاء والمفاضلة لازمنا نحترم الاختلاف بين الثقافات التي يمارس هو الفكر المركزي الفكر المركزي راوز دا حاجة خايبة الذي يسعى بمنطق الهيمنة أن يحشر كل الخصوصيات الثقافية في نمط واحد خاطر الفكر المركزي خاطر الفكر المركزي يحب الناس يتبعو وهو يكون الكابو واضح دونك مش نتيحوا لهنا في مصيبة أخرى اللي هي التماثل والتجانس والناس كل مش طول يصيري كسارونات هو نمط وحده هو نمط الثقافة الغربية السائدة لذلك نجده عن كلود ليفي ستراوس يقرر بأن الاختلاف هو دفع للتطور والثراء كلود ليفي ستراوس يقول لك رهو ستوتا في القانتراخ للاختلاف رهو حاجة يسر محليها خاطر هزن إلى التطور والثراء واضح دونك نبدلو اللون شبيهو هك نحطو هيدا دونك الاختلاف بالعكس دونك هزو معكس بعضهم رو الاختلاف والتعصب دونك الاختلاف يؤدي إلى التطور والثراء به وذلك من خلال انفتاح الثقافات على بعضها البعض وهو ما يعرف بالتثاقف التثاقف معناها الأخ والعطاء ناخذو نعطيو مبعضنا كما أنتم مثلا توا مش نعطيكم جزت هكا مثال مثال عاملين موكم عاملين مبعضكم تحكيو فيها كطلبة لزاليفة عاملين مبعضكم بريد مبعضكم دونك انتم كينكم قاعدين هكا تثاقفوا كينجيتو كينجيتو معناتها كل شخص فيكم يمثل ثقافة هيدا كنساميوها التثاقف خطر فما أخذوا عطاء قاعدين تتحاوروا تاخذوا وتعطيوا لبعضكم واضح دونك الهن نحب نمشيو للتعايش التنوع الكثرة التعدد احترام المختلف على خاطر المختلف يغنيني ويثريني وما يهددنيش واضح لكن هالمختلف ماذا به يكون حتى هو لا يدعو إلى المركزية الثقافية به إذن ماذا بينا نمشيو للتعدد والاحترام المختلف الاعتراف بالمغاير وقبول المشترك كذلك الكل اللي راه تحب عليه شكوني تحب عليه الكونية الكونية الاعتراف بالمغاير وقبول المشترك به إذن على هذك على هذك يفو فاق ما لازمناش نخلطو ونجلطو بين كلمتين اللي هما العالمي والكوني رهوزوز كلمات مختلفين اختلاف كما اقولو احنا بعد السماء على لطا دونك يوجدو اذن بين لفظتي العالمي والكوني تشابه رادع هما في الظهر تحسهم كانوا مزوز كلمات كيف كيف ما همش كيف كيف على ذك نبهنا بودريير واضح اذن اليست العالمة تهديدا للاختلاف ما هي مخاطر العالمة على التنوع الث غاف شما نمشي dropped ملي كنا نحكي عن الكوني لكن ش نمشي عن العالمة تو العالمي كنقول العالمة روزدة نعني العالمي والعالمة والعالمي هذوما ماش هي الكوني العالمي مش الكوني مختلفين هذوما تشوفوا لهم لون اخر العالمي العالمي ما هوش الكوني مش يتخلطوهم ومبعضها مختلفين عملتلكم انا الهني تابلو مش تفهموا به اكثر ان تمثل العلاقة بين الخصوصية والكونية يستدعي اولا التمييز بين العالمة والكونية ينبهنا جون بودريير يرحم والديه الى ضرورة التمييز وعدم الخلط بين دليلتي العالمي والكوني اذ يوجدوا بينهما اختلافا دكار انا كي نقولك العولمة شو معنى هالعولمة ولا العولمية العولمة لغة كلمة من اصل لاتيني موندوس واضح؟ وتعني الكون كلمة العولمة يعني موندوس باللاتينية موندوس تعني الكون وتفيد العولمة سيرورة انفتاح الاقتصاد المحلي لكل دولة على السوق العالمي او الكوكبي اذ يستعمل مصطلح العولمة في غالب في المجال الاقتصادي رغم انها تتعلق بمختلف الانشطة الانسانية الصناعة والخدمات والتجارة والسياسة كما تشمل الاتصال والتبادل بين السكين الارض او العالم الذي اصدح يعرف بالقرية الكوكبية وبين مختلف الحضارات مما انتج صعوبة انغلاق بلد ماء على سوقه الداخلية فالعولمة كبا يبين ذلك بودريير تتعلق بالتقنيات والسوق والسياحة والاعلام بمعنى تتشكل اقتصاديات وثقافات في اقتصاد عالمي موحد بي شباب كي نعملو العالمي دونك العولمة ولا العالمي رو كيف كيف بي دونك هي انفتاح الاقتصاد المحلي على السوق العالمي بواسطة تتور التبادلات وسائل الاتصاد دونك العولمة كي نقول عولمة راني نحكي عن الايكونامي وذي عد جاوكم الايكونامي دونك في علاقة دائما بالاقتصاد دونك الهناء تتعلق بي تتعلق بي دونك العولمة بيش بيش تتعلق تتعلق بالاتصاد التوصيل التسوق الشوپنج الخدمات الاعلام السياحة التبادل البضاء على ذاك دونك كي نقولوا العولمة راني نحكي نعنيه عولمة السوق دونك عولمة السوق السوق للتبادل يعني الاسواق تتحل على بعضها تنفتح على بعضها التجاري الهناء بشوالي فما راهو فرض قوة رأس المال هذه الحاجات الخائبة راني نتعوه دونك كي نقولوا الهناء هام جدا كي نقول لك ان العولمة راهي في علاقة العولمة في علاقة كي نحكيه على العولمة نحكيه على الإيكونابي في علاقة هذيكه دائما بالاقتصاد دونك العولمة في علاقة بالاقتصاد واضح كي نقول لكم عولمة راهو نعنيه الإيكونابي بهي يا جماعة الإيكونابي جيستيون اللي هو هاني قلتلكم دومين كي نعمشيو للكاوني تاو كي نحكيو عمشيو الكونية الكونية تدل الكونية على ما هو مشترك بين جميع الناس دون اعتبار الحدود الضيقة ومن ثم فإن الكونية هي نزحة باتجاه المشترك الإنساني دون إلغاء القصوصيات وترتبط أساسا بالقيم الإنسانية كي ما الديمقراطية الحرية حقوق الإنساني كنا رأوا نفسروا فيها قبيلة بما هي قيم تتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية والعرقية كي نقول لك أنا الكوني الكوني رأني نعني به ديما يكون في علاقة بالقيام والسياسة والثقافة نعني به يحب على الحقوق الكوني يحب على الحقوق كي ما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحب على الحريات يحب على العادلة يحب على التعبير يحب على الحق يحب على الاختلاف دونك لهنا الديمقراطية العادلة الثقافة دونك تبادل القيم دونك هو في علاقة بالقيم دونك يقول تبادل القيم حوار وسلم كونية القيم كونية احترام الذات الإنسانية في جسمها في ثقافتها في معتقداتها لأنه كل ثقافة رهي جديرة بالاحترام حتى كين الثقافة يبدأ فيها أربع من ناس وأربع ديار وكلب رهي جديرة بالاحترام لازمتك تحترمها دونك تبادل القيم الحوار السلم في علاقة بالقيم دونك والحوار والسلم وعلى هذك الكونية نسميوها كونية احترام الذات الإنسانية كونية الحياة دونك كوني الحياة كونية احترام الذات الإنسانية في ثقافتها معتقداتها لأن كل ثقافة جديرة بالاحترام واضح يا جمعة هذهك الاحترامة تكتبها بي لأن مثلت العولمة سيرورة ضرورية في تلبية حاجيات الإنسان وتقريب المسافات والمساهمة في النمو الاقتصادية وشئنا أم أبينا رانا احنا توا نعيش في ظل العولمة والعولمة راه كما فيها الحاجات الخائبة زاد فيها حاجات بيهية دونك إلا أنها مع ذلك مثلت خطرا على الثقافات غير الغربية وعلى الاقتلاق وهذا الخطر يتمثل في فقدانها لخصوصيتها دونك الريسك اللي تمثل العولمة علينا هو إنها تخلينا نفقدوا ما يميزنا نفقدوا أحنا الخصوصية أمتى يعني خاطر تلمون نتبعوا بش نضوبوا ننصهروا نضوبوا نندمجوا وبش تنسى أنت أصلك وفصلك ساعات فم عبيد كاللي تعيش مثلا الشينو وإحنا نقولولهم دونك اللي يمشوا يعيشوا في البر حتى كيروحوا لتونس ما عشي حكيوا ما عشي حكيوا بالعربي والتونسي يقول لي فياني سي وأغات وشوي ودراشنية حسيلو يقول لي يفقد كل ما يميزه واضح وفهم حتى أحنا تولوك متاعنا متاع اللبسة ولينا كنا نلبسو كيل غرب ما نلبسوش أحنا لباسنا الخاص واضح إذن قلنا هذا الخطر يتمثل في فقدانها لخصوصيتها إثر انسهارها وانتميجها في الثقافة الغربية التي تدهي الكونية دوك بشيكون فما تراجع التنوى التنوى اي اي بيان ميلود ونمارش باحفين وحسيلو ما نحكي لك شوكها وانا تودي جان نحنا على الأبوي ببيانتو شوالي عندك تلوث سامعي دوك إذا كين انت لفيت إنك تنصهر وتندمج في الثقافة الغربية وتنسى أصلك وفصلك وراهو إذا كين نسيت أصلك وفصلك راي حاجة خايبة على الأخر كما يقولوا ينكر في أصل وكان التلب سامحوني في الكلمة دونك لهني بشي ولي فما تراجع التنوى الثقافي راهو إذا كين الناس كل بشتولي سيري كسارونات راي حاجة خايبة على الأخر معشي ولي فما تنوى حيث أصبحت الثقافات متماثلة سيري كسارونات ومتشابهة ومع الثقافة الغربية التي بدورها تفقد خصوصيتها نتيجة تعممية شفت راهو حتى هي معنات شفت هي الثقافة الغربية اللي خلتنا نحن الكل كيفها حتى هي زيدة بشتفقد الخصوصية متاحة خاطر الناس الكل الثقافات الكل وليت كيف هي بالضبط دونك هي بشتفقد خصوصيتها ونحن بش نفقدو خصوصيتنا دونك الزوز بش نتهردو واضح تفقد كل ما يميزها عن الثقافات الأخرى لم تعد رموزها ملكا لها إذن بش يصير فما تلاشي الاختلاف والتعدد والتنوى خاطر بش يولي اختلاط كل القيم كل ثقافة تعمم تفقد خصوصيتها وتموت وليهنين نحكي على موت الثقافات لا اختلاف بين العالمي والكوني واضح على هذك العولمة تدمير مقبرة محرقة هلاك لشكون للكوني واضح يقول بودريير فالكوني نفسه تعولمة حتى الكوني مسيكن تعولم أي أن القيم الكونية كالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان أصبحت تعبر الحدود كأي نتيج عالمي مثل النفض ورؤوس الأموال حتى الديمقراطية واللينا والحرية رهن تجروا بها وكهوف يعني أن القيم الكونية تم تبضيحها والتي تسلع وتبعا لذلك تمثل العالماء فضاء لكوني التماثل مقابل تراجع كوني الاختلاف ما عاش نحكيه على كوني الاختلاف ما عاش نحكيه على كل وحدة الإنسانية أن الناس الكل تعيش فيها في نطاق الاحترام وممتون حاضين عليك التنوع خطرك التنوع هذا كعمال الثراء ليه ولينا نحكيه على التماثل ونسكلها كيف كيف وولينا طايحين في النماطية ما عاش فم هكا كالشاغ متع الاختلاف إذن تدعم العولمة المفاضلة بين الشعوب والصدام والصراع الحضاري وهو ما يغذي التعصب ويعمق أزمة الهوية إضافة إلى التوجه المتزيد نحو التسلح والاستثمار الضخم في مجال الدعاية والإعلام ومختلف وسائل الاتصال فالعولمة توظف وسائل الإعلام والاتصال لدعم الصدام بين الخصوصيات الثقافية وهو ما يتجلى عبر الصورة ضمن المشهد الإعلامي الرهن إن الانفجار الحاصل في الثورة الرق التقنية أفرز صورة فاعلة مؤثرة تروج الانتشار السريع للأفكار والبضائع والإنسان التي تمت تشيئته الإنسان أصبح سلعة من بين السلاع الأخرى دونك شنية مخاطر العولمة مخاطر العولمة هم بعضنا لا نعملو لهم الرؤز هيدو ما ولا نعملو لها لك حال خاترها خائبة دونك أو كسويد سحاق دونك مخاطر العولمة شنية مخاطر العولمة تهديد التنوع بثرة انتصار فكر انتصار الفكر الأقوى تحتيم الخصوصي والكوني معا حسينو مش بشتقو منا قائمة مع العولمة الخصوصي والكوني معا عولمة التبادلات تضع نهاية لكونية القيم دونك فنهاية دي كونية القيم بيه انتصار الفكر الوحيد على الفكر الكوني شوفت شوفت قديش هم جينا منها العولمة انتصار الفكر الوحيد على الفكر الكوني به اللي هو اللي هو روح يعني لكلام هدايا بودريير في كتابه السلطة الجهنمية واضح دونك باش يصير تحطيم الخصوصي كتبتها تحطيم الخصوصي والكوني معا خطر باش يصير التجانس والتماثل التجانس والتماثل دونك ينقولوا عولمة يبكي المخاطر متاحة واضح نمشي وإذن يشنو الحل باش نقضو هاك مكتفين يدينا ونغزر وكما يقولوا العزوزة هاززها الويد وتقوم العام صابة نكتفين يدينا ونتفرج وخاطر وهاك باش نمشي ولي الفينجر وانناس كلها باش تمشي فيها دونك يلا نلوجو الحل مبعاثنا نقوم ونتحرك شوية إذن الحل يتجاوز مخاطر العولمة يقرر جوزيف ستيقليت بأنه لقس المشكل العولمة راي مش هي اللي قالت عملو هك وهاك وهاك وإنما في الطريقة التي تدار بها العولمة دونك الهم لكل جينا من طريقة إدارة واستعمال العولمة العولمة راي مهي إلا وضح لكن كيف لنحن نوصف فيها العولمة كان وظفتها في البيه اتو تعطيك البيه كان وظفتها في الخايب تعطيك الخايب دونك يا جماعة فمش عولمة بها ولا خايب وإنما الخايب هو كيفيش أنت اتوظفها إذن ليس المشكل في العولمة إنما في الطريقة التي تدار بها العولمة كما أنه من غير الممكن التخلي عن العولمة لأن أصبحت تمثل قدر الإنسان الذي لا رجعت فيه يعني مظمظ كان بش تتخلى على العولمة على خاطر نحن نعيش في العولمة لابد من الوعي بالمخاطر المترتبة عن العولمة يا جهاد لازمتك تكون فايق وتحل عينيك وتخدم مخك وتشوف جنيا المخاطر مثال عولمة هاللي لسقط فيك اللهم عافينها سواء في علاقتها بالخصوصيات الثقافية أو علاقتها بالكونية ومن ثم تألوعي بضرورة إنشاء إيتيقة للتواصل بين الثقافات المختلفة دونك وجدين قالت لكم كونوا وعين بضرورة إنشاء إيتيقة إيتيقة معنيتها أخلاق للتواصل بين الثقافات المختلفة دونك النور كيتحب تتواصل معايا كثقافة إينا ثقافة هي ثقافة لازم تلقى إيتيقة تلقى أخلاق تتحكي بها معايا وتتواصل بها معايا مش هكيك تجيني بمنطق الاستعليق والتعنطيز واضح؟ بمعنى وضع جملة من القواعد تتأسس عليها علاقة الثقافات المختلفة ببعضها البعض نونك يا جمعا كان أحنا الثقافات الموجودة والحاضرة نحبو نتواصل مع بعضنا ما فيها بيس كان نحطو هكي شوية قواعد نتواصلوا بها يعني علش بش حتى لا يتحول اللقاء بالآخر الثقافي إلى مناصبة للهيمنة مناسبة سامحوني إلى الهيمنة والسيطرة مش بش مودي أنا أقول لك من رأسي تقلع أية والي تحب تفرض علي كلمها جهاد من غادي يبدأ يضرب على دربوه مالك تبدأ تغني من جهدها وعمر يبدأ جايب ما عنده نور تبدأ تقول لك ليه والله ما صار هانا هي الكلام يصحيح سيهم تقول نوسكت والنس كل أنا عندي الحل وزدين تقول لك لفكرتي أنا هي صحيحة ونجي أنا نشكب عليكم الكل ونقول لكم ما هي تسكت وين وين الكل في الكل هنا لذلك لا لازم فما إيتيقة للتواصل لازم نعرف كيف نتواصل وما بعضنا علش حتى لا تتحول العلاقة البين الثقافية إلى علاقة بش كي أحنا نلقا وما بعضنا قواعد وإتيقة للتواصل تتحول العلاقة البين الثقافية هالعلاقة اللي بينات بعضنا إلى علاقة مثمرة تستفيد منها الثقافات المختلفة دون فقدانها لخصوصيتها معناتها كيف ما احنا قاعدين نتواصل الناس الكل قاعدة تستفيد من بعضها وحتى واحد يفقد الخصوصية امتعه ايا سي ايا ما هيش بش تتبدل محافظة على خصوصيتها ربيب سي ربيب واضح ولكن قاعدين نستفيد من بعضنا دون المحافظة على تنوع الثقافات معناتها المحافظة على الكثرة ضمن وحدة ثقافية انسانية ولا يكون ذلك ممكنا الا بالتواصل اي الالتقاء بين اشكال مختلفة من الثقافات وفي ذلك لقاء الانسان بالانسان الذي يحمل اختلافه في نفس الوقت يحمل انشدادا لما هو انا لازمني نقعد محافظة على خصوصيتي متشبثة بها وننفتح على الآخر مش نسكر على روحي ونتقوقع ونقول اذاك هو انا صحيحة وما نقابل حتى حد وما نحكي مع حتى حد لازمتك تحافظ على ميزاتك وخصوصياتك وفي نفس الوقت انفتح على الآخر مثال ضمن الحضارة الاسلامية توجد وحدة اعراق متنوعة فرص بربر الى اخيره بحيث تمارس هذه العراق اختلافها وخصوصيتها وتظل مجدودة للعقيدة الاسلامية ان الانفتاح اذا لا يجب ان يفهم على انه اختلاع ثقافة من جذورها مانيش انا كما الشجرة بش نجي نحيك من الارض اللي انتي فيها بل لازم يكون عامل ثراء دونك الاختلاف والانفتاح لازم يكونوا عامل ثراء فتلاقح الثقافات يخلق منتجات جديدة تتجلى في قدرات الانسان الابداعية الفكرية فان هذا التلاقح يعبر عن الجانب الانساني من وجودها فيصبح تثاقفا دونك الحل في شنوها يا جماعة الحل في الهوية المركبة واضح دونك الهوية البسيطة خائبة دونك بش نبشيو للهوية المركبة الحل دونك بش نتجنبوك التعصبوك التمركز الثقافي وكل الحاجة الخائبة الكل لازمنا نمشيو للهوية المركبة دونك ايش معناها هوية مركبة دونك هي تركيب يجمعني بمن يصيلوني بالآخر في آن واحد دونك هي نجمو نقولوا عليها هوية موحدة لكن توجد داخلها هويات تمثلوا تنوعا بهي 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 كتبوه وبعد دونقرار لكم الموجود دونك اللي هو الحل اللي قلنا يكمن في الهوية المركبة وكي نقول لك انا الهوية المركبة ايش معناها معناها هوية نعم الهوية المركبة خطر الهوية المركبة تنشد الكوني بش نتجنبو بيه احنا التعصب دونك والعولمة الهوية المركبة نبعدو بيها ع التعصب والعولمة ومخاطر العولمة بلوتو وكل ما هو خايف دونك الهوية المركبة قلنا هي هوية موحدة هوية موحدة لكن توجد داخلها هوية تمثل تنوع دونك هي الوحدة كيف تقول الكثرة داخل الوحدة ارسيق وحدة لا تقوم على التجنس بل على التنوع دونك وحدة لا تقوم لا تقوم على التجنس دونك تجنس روح حاجة خايفة برشا ذي المو بل على التنوع تنوع هذا نحط له قلب واضح دونك كونية التنوع لا كونية التماثل نحب على كونية التنوع لا كونية التماثل واضح شباب به لا بد إذن من الانفتاح على الحضارات الأخرى لتأسيس فضاء كوني يجمع الكل حسب خصوصيته دونك هنا الهوية بش تكون هاك نعمل لكم مثلا دصورة هاك هذي الهوية المركبة بش حط برشة دورات دونك وهذو ما لكل هم هذو ما لكل هم هوية أخرى هوية واضح دونك الكثرة داخل الوحدة دونك نقرأ مبعضنا قلنا الهوية المركبة أي هوية متعددة المنابع يدمج داخلها العرقي والجهوي والوطني والديني وبالتالي فهي هوية منفتحة على الآخر المختلف ومحافظة على الخصوصية لازم تكتنفتح وتحافظ على خصوصية كراوة مستوعبة للآخر الثقافي إذ يؤكد إدغار موران على ضرورة تجاوز التماثل بفضل فكر مركب يؤمن بأن داخل كل الوحدة هناك تنوع وأن في كل تنوع هناك وحدة الوحدة الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة فتنوع الأعراق والأديان داخل ثقافة ما ليس خطرا يجب استبعاده للحفاظ على الوحدة وإنما هذا التنوع والكثرة هو ما يصبح حقيقة هذه الثقافة وقوان موجودها واستمرارياتها فالوحدة تعني في هذا السياق ما يسمح بالبحث عن قواسم مشتركة أي خلق يتواصل فيها البشر رغم اختلافهم يقول كلود لوفي ستراوس أن الفروقات الثقافية بين مختلف الزئ البشرية ولودة ومبدعة الأمر الذي يسمح بالتقدم بإرساء ثقافة كونية أن المعنى الحقيقي لوحدة الإنسانية لا يكمل في التماثل والتناسخ الذي يمليه ولا على المغلوب بتقليد الغالب بتعبير ابن خلدون بل يكمل في التنوع والاختلاف لابد إذن من إيجاد لابد إذن من إيجاد بيان من أجل سلام دائم على شاكلة المشروع الذي كان قد باشر تحبيره للانتهاء إلى التشريع لحق الضيافة والشراكة في سكن الأرض ولا يتعلق الأمر هنا بحب البشر وإنما بالحق كانت محليه كانت قال لك لازمنا نعملو مشروع السلام دائم تتفكروا كي قريتوا نص دارس كانت يقول لك الأرض وطن للجميع وهو حق لكل البشر بمقتضى حق الملكية المشتركة لسطح الأرض والسعي لإمكان إيجاد دستوري كوني يرعى يرعى هذه الحقوق ويرسخها معنات في أي رقعة جغرافية كنت لازم يحترم الاختلاف متاعك ولعل ذلك ما يجعلنا أمام الأطرحات التي تشدد على تقريض الاختلاف والتنوع الثقافي مثلا نزمنا نمتحو الاختلاف كانت يقولنا الأرض وطن للجميع وطن يتعايش فيه المختلفون بعيدا عن أشكال التعصب والإقصاء يقول كانت ليس قدر الإنسان أن يكون جزءا من القطيع مثل حيوان أليف وإنما قدره أن يكون مثل النحر داخل الخالية ولعننا نستحذر هنا أيضا غاندي معروف عن غاندي غنيه عن التعريف في الحكاية هذه في قبوله المغاير والمختلف وأعلانها الانخراط في الكون بكل ما يحمله من اختلاف وتغاير فيقول إنني على استعداد لأن أفتح نوافذ بيتي لتدخله الرياح تعبير مجازي لهنا من كل اتجاه وكل جانب ولكن من دون أن تقوض هذه الرياح الجذور التي يقوموا عليها بيتي والأسس التي ينهض عليها أنا مستعد بش نحل أن نفتح مستعد بش ننفتحها الآخر لكن من غير ما يقلعني الآخر من الجذور امتاعي ننفتح عليه ونحافظ على خصوصيتي وهويتي إذن لابد للهوية أن تكون منتجة مبدعة فاعلة خلاقة تشارك في بناء حضارة عالمية فننتقل من الإنبهار والإنصهار إلى المشاركة والفعل ومن ثقافة العولمة إلى عولمة الثقافة على حد تعبير سمير أمين صحيح لازم أنتك تاخذ أنت اللي ينفعك وتحافظ على روحك لازم أنتك تحافظ على جذورك على أصلك وفصلك أما تنفتح وتاخذ البيهي اللي بشيثريك وهذا الكل ما يصير كان داخل الهوية المركبة وداخل كوني الحياة ولهن رهو يا جمعة يجب التمييز بين الكون الإيديولوجي وهو كوني الهيمنة الذي لا بد من الحذر منه وبين كوني الحياة لازمنا نميز ما بين الكوني الإيديولوجي وكوني الحياة هذة كوني الإيديولوجي يحب الهيمنة وهذة يحب على الإثراء احترام والاختلاف به إذن لهن يجب تنمية الاختلاف تطوير التواصل والحوار ورفض التمركس حول هوية محدة إيديولوجيه 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 حياة حياة بهاتا ونزيد نكتبوها موران يذكر بالخير قال لنا حويجة أخرى قال لنا راهو الإبداع الإبداع يضمن حركية الثقافات ويبقيها حية هوية متغيرة المفهوم هي عكس الهوية المتغيرة عكس المفهوم الثبت لتهوية يدعو موران إلى تعايش حكيم يدعو إلى تعايش حكيم معقلا يغيب فيه العنف يغيب فيه العنف وشنو يحذر العنف الإقصاء ويحل محل الحوار والتفاعل ويحل الحوار والتفاعل بين الثقافات مهما اختلفت بين الثقافات مهما اختلفت نحب بعضنا نحترم بعضنا نتعايش مع بعضنا في إطار الإحترام دونك كانت نرجعوا لكانت قال لنا لازم نعملوا مشروع كوسمو بوليتيقي دونك كوسمو بوليتيك معنات كوسمو بوليتيك تعني العالم الكون بوليتيك تعني المواطن المواطنة العالمية اللي نهى في درس الدولة الهنا تترسخ بمجيبه قيم العادلة والحرية للديمقراطية وحقوق الإنسان دونك دونك كنا تترسخ بمجيبه قيم سمحوني قيم العادلة والحرية والديمقراطية موش لائق دموقراطية دونك كانت يحب يرسخ قيم العادلة والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان تكريسا لقيم الترسامح وإرساء للتثاقف تحبو أتنزيد ونكتبوه ماش أحب التحب بتادي به كانت أمش نصغر الكتيبة كانت أعمل مشروع كوسمو بوليتيقي يشب يرسخ القيم الإنسانية يدعو إلى التسامح والتثاقف ديجا وقت اللي فما زيدا نستحذره نجمو نستحذره الهني زيدا ديوجينس الكلبي وقت اللي سألوه قالولو من أين نين جاي قالول من نين جاي يا ديوجينس قالولو أنا مواطن من هذا العالم دونك الهني الكوسمو بوليتيس واضح؟ بي نزيد الوراق ليفاش بش نزيدهم الوراق دونك يعني قلت لكم حتى ديوجينس قال لهم أنا مواطن من هذا العالم دونك ننتميو إلى الأرض جمعة به الهني يكون وفي الدرس متع الهوية متع الخصوصية والكونية أما مزلنا راهو موجودين ما بعضنا مزلنا مش نكملوا ناخد متوى دفور حاولوا ما تقلقوش وما تتعبوش اللي عنده سؤالي ناجم يسئني وإن شاء الله هتكونوا الدرس يكونوا ضحي لكم وفهمتوها ما دام مش نقول لك ليه فهمتوها الدرس ما شنقول لك ليه شديد الوراق بهي الوراق مش مشكلة ونا نعايتو للجماعة يزيدوها ما دام حتى المستلسين نزيدوها من هنا يعني ما دام ألف أفني كونامي والله إنا راني ريتوني إنا في الأمور هذي التكنولوجيا والكل ما دام سيلا جست تنزل تنزل بوتون دغوات مبعدك تنزل أجوتي إن باش بهي خانجاربو إن شاء الله منهردوش الدنيا بهي أجوتي أحاك ما دام أحاك ما دام أحاك أجوتي إن باش أوكي نعمل تاوها زيد قد متحب في الفلش علي منو علي سا ايك هوا نكملتو راهو هذي يكملناه بالنسبة لهذا كاملناه دونك باش نتعدى وتول المسألة أخرى بشي خدموا بعضنا الامتحان به خلنا نحلوه عسليمة مادم عسليمة إيا مادم عايشك عندك تلاخيز عندما تبتع الدروس الأخرين خاطرنا ما لقيتهم مش اللي قلت عنيه اسمعني إيا إينا راهو ديجا زيدنا اينا راهو ديجا في الفلو بش نعاودو نفسروا المسائل للكليكة دونك انتم عندكم الانية والغيرية وهو توا عندكم والخصوصية والكونية وبش نكملو نفسروا النمذجة والأخلاق والدولة بش نعاودو نفسروهم بيهي عايش ما اسمع إيش نقول لكم آغي تاي معناتها هستخيس هذايا وإنكم تدخلوا بعثكم كل شي بش يكون موجود عندكم كل شي يفهمون وريد ما يجينها للربعة ثمانية متصباحة إلا ما أنت الفلسفة تكوير بها تكوير أفلطون شقوب من القبر ويكتب في بلاستك والله واللهي عايش هاي ما تخافوش ما تخافوش ما تسترسيوش رويحكم ريلاكس راجعوا بكل أرياحية دروس الكل عندكم أموركم واضحة خذوها المسائل ببساطة التلخيس الكل مخدومة بطريقة معناتها بسيطة مبسطة للغاية عندكم لي نوت قبل لا ترقدوا ما فيها بيس تحطوني تسمعوني أنا كل ييلة هكا نبنن بكم بيش ترقدوا دونك ولا عاود حط اسمع الكليم انتي تفطر انتي تدوش انتي عرشنا تاكل عاود حط اسمع كلام لبرافيت الكل وكهو هاي تكون عنده سؤيل في مسئلات الخصوصية والكونية واضحة مفهومة اللي حب يسئل حاجة ما فهمهيش فازي قبلنا نتعدي ونختمه مبعضنا امتحان ايه ايه عندك سؤيل ما ده ما عندك قد طوش لها مفهومة بالنسبة للباقية ما عندكمش اسألة الدرس المسألة واضح فهمتوها ايه ما عندكمش حتى اشكالية فيها ليه سيهيم سيهيم هي المسألة الدار اسمها كما قلوا احنا الدار كلها اسمها الخصوصية والكونية دونك سادي بو هو الممتحين شنو يطرح لك السؤال ناجم يطرح لك سؤال على العاولة ما منعرشنا الايجابيات والسلبيات المسألة الكبيرة اسمها بنتي الخصوصية والكونية في وسطها الخصوصية والكونية فيما برشا بيوت هاكما كلي سوتيت خذوكما هما البيوت الحاجات المسائل معناتها والخطوط العريضة متاع المسألة واضح؟ دونك الحاجات اللي يتجم تم تحن عليهم اما بش نعرف اينا عن شنوش يجيب لك بالضبط ما نعرش خطر اينا ما نوحيش لا يعلموا الغيب الا الله واضح حذروا كل شيء كل شيء موجود عندكم هانا بسطنيه الدرس قدر المستطاع دونك عاودوا اسمعوه لكلم عاودوا تمعنوا فيه ركزوا اقراوا الكور برشا مرات وبقدرة ربي معناتها بش تكونوا حاضرين ومستعدين للامتحانات ما تخافوش راهوا كل حاجة يا سيهم كل مسألة كل اللي سوتيتها ذقما ذقما الخطوط معناتها العريضة متاع المسألة الحاجات الهامة متاع الدرس اللي انتي تجم تم تحن فيهم في الامتحان افهموا مليح السؤال اقراوه مليح افهموه اقراوه برشا مرات مش تحاولوا تفهموه واضح؟ دونك بيونيق بما انه ما عندكمش ما عندكمش اسألة نمروا الى اختبار في مادة الفلسفة دونك الدفوار الدفوار يجيكم بالطريقة هذية مقسم الى قسمين دونك القسم الاول مثلا انتي توا في امتحان الفلسفة راهوا هذو ما للم entre parenthèses قبلنا نبدأ نحكي هذو ما الاسألة كلهم هما اسألة جات في السنوات الفارطة من اختبار الفلسفة للسنوات الفارطة واضح؟ اذا اقبل جيهم سؤال قال لهم في التمرين الول المواطنة وانتي ما الى الانسانية قال لهم اكشف عن احدى الضمنيات هذا الإقرار به انتي لهنا جيك سؤال قال لك المواطنة انت ما الى الانسانية عندي زوس كلمات لهنا كلاء اللي هما المواطنة وانسانية به قال لي اكشف عن احدى ضمنيات هذا الاقرار اول حاجة شو معنى هالضمنيات لك انا الهني بش نحللكم تاوكي نتحبوا للي ميكو بش تتفعلوا نتفعلوا مابعضنا بش تشاركوا معنىتها الهني قال لكم اكشف عن احدى ضمنيات هذا الاقرار شو معنى هالضمنيات هو اللي تقال طريقة غير مباشرة صحي تعليك نور هكم فهمتوها هو ما يختفي خلف ذلك القول احب يقول لك اندرقتمو شنين المعلومة اللي حبي يوصل هيلك بطريقة غير مباشرة هنا قال لي المواطنة انت ماء الى الانسانية شنين المعلومة اللي حبي يوصل هيلي اكشف عن احدى ضمنيات هذا الاقرار انا لازمني نفهم السؤال بش نتكتك السؤال هكو نبدأ نفرق فيه نفهمه هنا قال لي المواطنة انت ماء الى الانسانية يتضمن نجم نقول انك ما تكون مواطن الا تكون انسان به معنى ربط المواطن اه موش انسان او بش نقول لك كلمة اخرى به اينا توهى بش نفسر لكم السؤال ومبعدي كتون راول ايجابات ما بعضنا توهى بش نفسرك اهو به هنا يقال لك السؤال اللي قدامي يتضمن اقرار اثبات هنا اعطاني ان المواطنة انتماء الانسانية فيما اقرار اثباتا لارتباط المواطنة بالانسانية لهنى اربط لي ما بين المواطنة والانسانية على جهة الانتماء حيث لا تتحقق المواطنة ولا تكتمل الا في بعضها الانساني نفهم بالسؤال اللي راهو ما فهم ماش مواطنة من غير انسانية ذاي السؤال شنور نفهم منه ومن بعدي كاين نصيغ له الكلام اللي فهمته فيه جملة به ايه التمرين الثاني قال لي التعصب التعصب للاختلاف هو الذي يعيق التواصل نقدم حجة تثبت بها وجاهة هذا الموقف قال لي التعصب مش الاختلاف هو اللي يعيق التواصل قال لي اعطيني حجة تثبت تبين اللي الكلم اللي قاله لك صحيح واذا؟ نعم هو ابستاكل معناها للحوار مع الاخر صحيح اعطيني انتي يجيب لي حاجة تتأكد لي لكلم هذا يا صحيح اتأكد لي اللي تعصب راهو ابستاكل قدام التواصل التواصل نجم عطيه مدام شاهد قولي من الفلاسفة ابعدوا على الشواهد القولية نجم يعني ما نستعملوش الشواهد القولية بس استعملوش بلور ايه صحيت ايه بلور ايه بلور ايه بلور ايه بلور ايه بلور ايه بلور ايه ايه بلور ايه مهوش خائب مهوش مشكل للتواصل هذي انا جوز دوان فاسر لكم في الاسألة دوان بعديك ايجيك انتي نص هذي نص جيهم قال لهم من المؤكدي ان ما يرغب فيه كل انسان بشغف كبير انما هو ما يبدو له الخير الاسمى النص جيهم معناية الاخلاق لهنا هذا والحال اننا قلنا ان الخير الاسمى والنعيم الحقيقي شيء واحد لذلك يرى كل فرد ان موضوع رغباته هو السعادة الحقيقية نص يحكي على الاخلاق يحكي على السعادة وهكذا فان رسم سورة نعيم هذا العالم لا يتطلب سوى جمع الثروات والمناصب والسلطة والمجد والملذات هل يبلغ البشر بالفعل منتهى السعادة من خلال هذه الوسائل التي يعتقدون انها مناسبة لتحصيلها اذا كانت الثروات والقاب الشرف وكل الاشياء من هذا القبيل قادرة على تمكين المرء من كل ما يمكن ان يرغب فيه فسوف اسلم لك بان امكليك تلك الاشياء يمكن ان يصنع اناسا سعاداء واما اذا كانت غير قادرة على الافاء ببعودها حيث نظل رغم امتلاكنا لتلك الاشياء مفتقرين الى اشياء اخرى عديدة فيجب ان نخلص الى انها ليست سوى مظهر زائف للنعيم ومن ثم اذا كانت الثروات بدل ان تخلص الانسان من الاحتياج لا تزيد الا في تأجيج رغباته دون اشباع حاجاته فهل يمكننا ان نعتقد انها كافية لتحقيق سعادته النسلي بؤثيوس من كتاب مواسطة الفلسفة اذا السؤال الول قال لهم صغ الأطروحة التي يستبعدها الكاتب تونك الأطروحة المستبعدة معناتها الموقف الذي لا يناصره الكاتب اللي يرفض اللي يبعد لي بود السماء على اللطاء اللي ما يحبوش هي أطروحة مضحوظة نعم الأطروحة المضحوظة اللي هي بش تكون عكس الأطروحة المدعومة هلو أم لا هذك الإشكالية هذك الإشكالية هذك الإشكالية هذك الإشكالية هذك لأعطيه جملة بسيطة جملة هكاكة تنتهي بنقطة الفكرة مش اللي ما حكيش عنها الفكرة اللي ما يناصر هاش اللي يرفضها اللي عكس اللي يدفع ليه يتحظها نعم يقصيها السؤال الثاني قال لك أحدد علاقة الثروة بالسعادة حسب الكاتب هنا لازم تترجع للنص وتفهم شنين علاقة مبين الثروة والسعادة السؤال الثالث جايكم قال لكم أكشف عن أحد رهانات النص شو معنى هاريهان؟ الأهداف نتائج عليكم نور صحيته الرهان هو الهدف 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 بونتو الرهان هو ما من أجله نطرح مشكل ما وما من أجله نبحث له عن حال يقول لك رهان معناتها الهدف علاش علاش قال يسألني السؤال هذا شي يحب أي فائدة معناتها الهن بشي سألك على فائدة يمكن أن نجنيها من الأخذ بهذا الموقف أو ذاك واضح دونك لهنا من بعد جايك سؤال جايك عندكم زوز مواضيع اختاروا واحد منهم شو تجيب فيها توليها تجيبها حاتم الطائق وتبدأ تخدم زوز مواضيع موضوع واحد خدموها الموضوع اللي تحس روحك متمكن منه من ناحية المعلومات ومتمكن منه من ناحية المنهجية واضح دونك يختاروا المترشح أحد السؤالين التاليين اللي يحرر في شأن المحاولة في حدود 30 سطر دونك سألهم جايهم موضوع قال لهم هل يمكنوا اعتبار الغيرية ناثيا لوحدة الذات وحرياتها دونك لهنا جايهم بالموضوع اللول على الإنية والغيرية والسؤال الثاني قال لك هل في اعتبار النماذج إهملا للواقع ما يفضي إلى تخلي العلم عن الحقيقة الموضوع الثاني جايهم على مسألة النمذجة بين العلم والحقيقة بهي جماعة دونك بش نمشي وتوى ما بعضنا للإصلاح بش راو الإصلاح كيفاش نخدموه احنا الدفور هدا دونك كس إني قال لي إن المواطنة انتماء إلى الإنسانية وقال لي أعطيني الضمنيات والضمنيات هو ما يختفي وراء ذلك الإقرار دونك شنية بش نجيوب وأنا كتلميث نقول له يا سيدي بن سيدك راهوا المواطنة لا تقتصروا على الانتماء إلى دولة محلية أنا كمواطن منيش مربوط برقعة جغرافية محددة كهو فحسب وإنما تتجاوز ذلك إلى المواطنة العالمية دونك المواطنة دونك في علاقة بالمواطنة العالمية نجم تجيوبني أنتي بالطريقة هذي نعطيك نثنين بتاعك ويعطيك الصحة وبرك الله فيك في أفقها الإنساني بما هو انفتاح للبعد المحلي الضيق على الكوني حتى هو يخذ الثنين امتاعه وبرك الله فيه على المجهود الجبار اللي عمله يجيني غيرك يجيوب يقول لي لا تتحدد المواطنة بما هي منزلة سياسية وانتماء مخصوص لدولة ما بقدر ما تتحدد بما هي منزلة إنسانية شاملة للسياسي والحقوقي والأخلاقي وحتى التلميث نقرأ ورقة أخرى نلقى الإنسانية هي المبدأ الذي به تتحدد منزلة المواطنة من جهة كونية حقوق الإنسان بوصفها شرطا للمواطنة نفسها حتى هذا يخذ الثنين بتاعه وبرك الله فيك فما التلميث آخر يكتب يقول لي الإجابة بيش تكون بالتاريقة هذه المواطن الذي يتعصب لانتمائه المحلي وينكر عن الآخرين حقوقهم إنما ينكروا اعترافهم بكونية الإنسان ويفقدوا بالتالي صفة المواطنة دونك هذو ما الإجابة كيف اشتجم تقول ونعطيتكم برشا اقتراحات واضح دونك سهلة جملة شفتوها جملة بسيطة تنتهي بنقطة أمورها واضحة اكتبوا بلغة سليمة ما تبدأو هكا تهزوا تصبطوا ولا تكتبوا بلغة تبدأ معناتها تمشيوها كعيسة للغموذ نو اكتبوا بطريقة واضحة كلم واضح ومفهوم راهو يبدأ ظاهر راهو كالتلميذك اللي جايبها زعم زعم يحب يظهر اللي هو شخصية غامضة ودرش نو لا يعيش نحبو كين على الوضوح احنا والإجابة تقطاتها في الصامي واضح دونك التمرين الثاني قال لكم التعصب للاختلاف هو الذي يعيقه التواصل فالك هقدم حجة تثبت بها وجهة هذا الموقف دونك يا جماعة الإجابة بيش تكون هذه هي دونك سيهام الإجابة بيش تكون بالتريقة هذه بيش تقول النظر إلى التعصب بما هو انغلاق ورفض للآخر وعنف وهو بالتالي معطل للتواصل في حين أن الاختلاف القائم على التسامح يفضي إلى الاعتراف بالآخر وهو شرط أمكان التواصل معه شفت لهن أنا دعمت الكلام اللي أنت قلته وإلا تجم تجيوب بالطريقة هذي تقول اللي اعتبار الآخر شرط التواصل الحقيقي إذ دون اختلاف لا معنى للتحوار والتواصل ذا يرود دا على شي اسمه دونك فالا كيفش تجم تكون الإجابة دونك لهن على الخصوصية والكونية اللي كنا نحكي فيها على التعصب اللي كنا قبل نشرح فيه دونك نمشو تولى النص النص قليص نعم تمرين اللول مفهمتو شخي أحكي على الدولة اي الدولة تمرين اللول اه المواطنة تولى ملك وين نلقاها أنا المواطنة نسيتها وضا نسيتها ايها وش نبدأ نندب لا ما شكيت رو اللي هي مواطنة ما تقول كنت درسية مواطنة العالمية نسيتها اذيك المواطنة المزيينة التحفونة ولا اكثر حاجة فهمتها راني الدولة خطر ما لك انت معنا بنقبل نتفكر دولة ديك اكثر حاجة فهمتها مرتحاما باوش نعود هلكم مواطنة ما صدقش موخي ليه موخي لازم تطي فيه الثيقة نهارين ذوما خليه مرتاح وماذا به يكون حاضر ونهارين ذوما حشت نبي هس ايه دونك نرجعو لأسئلة النص قالك صغ الأطروحة التي يستبعدها الكاتب ب الأطروحة ما هو شكل يمتع الأم والهل والكل لهنه جملة عادية باش تكلموها تنتهي بنقطة كيف كيف دونك صغ الأطروحة التي يستبعدها الكاتب معناها الموقف الذي يتحظه الذي ينفيه ويقصيه اذا لهنه النص الفكرة اللي يرفضها الكاتب في النص متاعنا هي انه السعادة بما هي الخير الأسمى حالة من الإشباع يمكن تحسيلها بمجرد امتلاك الثروة أو السلطة أو المناصب أو الملذات قالك فيلسوفنا في النص يره مستحيل السعادة تحصلها بالثروات والإشباع عن طريق امتلاك المناصب والسلطة واضح دونك وإلا تجم تكون الإجابة بالطريقة هذي يقولك بمستطاع الثورة السمحوني الثروة بمستطاع الثروة أو المجد أو اللذة أو السلطة تحقيق الاكتفاء الكل كشرط لبلوغ منتهاء السعادة دونك أو تجم تكون الإجابة تقولك إن سعادة الإنسان كاملة في تحقيق كل ما يرغب فيه من ملذات ومناصب وثروات ومجد دونك هذي نعم في الأطروحة ما نبدأ يضحظ الكاتب ولا طول معناه نعطيه الإجابة تجم تكتبها رويات حظو الكاتب بالطريقة هذيك أما اكتبوها لإجابة طول أغزر مريم الطريقة اللي أنت تجم توصل بها معلومة وتكون متأكدة منها اكتب بها ولي أنت ترتاح فيها واضح دونك وتجم هكي تكتبوها طول المعلومة معناه الجملة طول تكتبوها هذه الفكرة اللي يرفضها الكاتب اللي ينفيها بالنسبة لي السعادة ما تكمنش في الحاجات هذيك دونك شفت ساهلة مهلة امشي والتبسيت شنية الفكرة اللي ما عجبتووش الكاتب اللي ما جيتش على قلبو اللي هي السعادة كيبنا في تحقيق كل ما يرغب فيه من ملذات ومناصب وثروات ومجد قالك بالنسبة لي مستحيل السعادة تكون في كل ملذات والمناصب والمجد والسلطة والنانين نانا دونك هيا سيدي ينا السعادة كذي وكذي اللي هي بينسوغ عكس كلامو دونك شفت الكلام كيفاش يكون بسيط وسهل بتاخد لدو بوام متاعك متصعبوش على رواحكم ومتعقدوش الأمور دون بليت نجم تغطيني الفرق بين الأطروحة اللي استبعدها الكتب والأطروحة المضحوظة نفس الشي الأطروحة المستبعدة هي الأطروحة المدعومة سمحني الأطروحة الأطروحة المضحوظة الأطروحة عايش نكتر الأطروحة دونك الأطروحة المضحوظة تسوي الأطروحة المستبعدة هاي هاني أنا بيدي مخي داخت الأطروحة المستفعدة هذا مقتصور حتى هو لا لا رم ضربت دونك لهنا نكتبه الأطروحة كيقولك الأطروحة المدعومة هي الأطروحة المؤكدة يسوي الأطروحة المؤكدة واضح دونك يقولك أطروحة مدعوذة مدحوذة ولا مستفعدة سي كيف كيف طوى السؤال الثالث قالك حدد علاقة الثروة بالسعادة حسب الكاتب دونك شنية بالنسبة لي كيفاش تمثلت علاقة الثروة بالسعادة بالنسبة للفيلسوف متاعنا قالك الثروة لا تحقق السعادة لأنها لا تلبي كل رغبات الإنسان بل تنتج بدورها حاجات جديدة ولا تجم تقولي السعادة مشروطة ببلوغ حالة من الاكتفاء وإشباع كل ما يرغب فيه الإنسان وهو ما لا يمكن للثروة تحقيقه أو السعادة هي الخير الأسمى بينما الثروة تحقق بعض الخيرات دون الأخرى ويمكن أن تجلب بعض الشرور والآلام أو تجم تقولي الثروة جزئية نسبية بينما السعادة كلية مطلقة ولو يمكن لما هو جزئي أن يستوفي ما هو كله السؤال الثالث قالك اكشف عن أحد رهانات النص دونك الرهانات يعني الهدف دونك بش تكون الإجابة بتاعنا بالطريقة هذي دونك بش تقولوا أو التمييز بين السعادة كغاية إنسانية قصوى ومختلف وسائلها العرضية الجزئية أو تقولي الفصل بين الخير الأسمى كقيمة إنسانية مطلقة وبين مختلف الخيرات الجزئية النسبية دونك تجم تكون إجابتك بالطريقة هذي تقولي تحرر من الإنشداد إلى الوسائل الوهمية لتحقيق السعادة كالثروة أو السلطة ولا هذا هو شنو الهدف الهدف متاع الفيلسوف متاعنا ولا تجم تقولي عقلانة السلوك الإنساني بتوجيهه نحو الارتقاء إلى ما يميزه ككائن عاقل في سعيه إلى تحقيق خيره الأسمى أو تجم تجوابني تقولي راهو الهدف متاعنا هو تأسيس إتيقة كونية توجه الفعل الإنساني نحو القيام الكلية وتقطع مع الغايات الذاتية العرضية واضح نمشي للقسم الثاني اللي هو على عشرة نقاط يسألكم يقولولكم تختاروا موضوع من أحد المواضيع الفقرة اللي هنا المحاولة الفلسفية يختاروا المترشح أحد السؤالين التاليين ليحرر في شأنه محاولة في حدود 30 استر الموضوع اللول قالك هل يمكنه اعتبار الغيرية نفيا لوحدة ذات وحرياتها دونك ساعة لازمني أول حاجة نفهم الموضوع متاعي الموضوع متاعي لحنا السؤال يستشكل علاقة الغيرية بوحدة الذات وحرياتها شنية العلاقة ما بين الغيرية ووحدة الذات وحرياتها بحيث يكون المطلوب لهنا منك هو البحث فيما إذا كانت الغيرية في مختلف وجوهها نفيا يعني سلبا إقصاءا لوحدة الذات وحرياتها أم لا لازمني أول حاجة نشد هنا في الورقة الانتاع 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 عايش بيها هدي ما حابتش الانتاع الانتاع بيه لازمني أول حاجة نشد هنا نفكك الموضوع متاعي ونعمله التخطيط انظر ما تقدوش تكتبوا على الورقة متاع الوسخ متاعكم ما تقدوش تتحرروا بعض كما يكفيك شو الوقت تبدأ تجري وتدخل بعضك دونك جوز أعمل التخطيط متاعك وإفهم المصطلحات متاعك فرك الموضوع متاعك في الورقة متاع الوسخ دونك أنا عندي ساعة المصطلحات نستخرج المهم للمصطلحات المفاهيم بيه اسئلني على اللي هنا اسئلني على الغيرية شو معناها غيرية دونك الغيرية بما هي لازم نفسر هنا شو معناها غيرية بما هي كل ما ليس الاناء كمختلف كمختلف أو كمقابل سواء كان داخل الذات أو خارجها دونك الغيرية الغير الآخر نجم يكون الجسدي نجم يكون العالم إلى آخره بيه وحدة الذات عندي مصطلح آخر هام هو وحدة الذات دونك وحدة الذات شو معناها هنا سواء كيان بسيط أو كوحدة بنيوية أو كوحدة بنيوية مركبة أنا هنا قاعدة نفرك في المصطلحات المتاعية دونك الحرية بعدة نشتغل على المفاهيم في المسخة المتاعي الحرية كقيمة مرتبطة باستقلالية الأنا عن كل المحددات الخارجية المغايرة دونك وبعد نمشي هناك تلميذة نمشي نبحث في مبررات القول بأن الغيرية تدمير لوحدة الذات والتكريس لاخترابها وعبوديتها لهنا طلب قال لي هل يمكنوا اعتبار الغيرية نافيا لوحدة الذات وحريتها دونك أنا لازمني نمشي معاها لسؤال الموضوع لازمني نحلو نأكد إلي فريمون الغيرية نافي لوحدة الذات وحريتها دونك العنصر الأول متاعي بش لازمني نوري كيفيش الغيرية تدمر وحدة الذات وتهز لاخترابها وعبوديتها من بعد نعمل في النفق بقي في الجوهرة نعمل نتظنن على الإقرار بكون الغيرية عامل تفكيك لوحدة الذات وعلة فقدانها لحرية تاويش نقلب بالفيستا ونقول ليرا وماش صحيح الكلام اللي كنت نحكي فيه هنا لازم إدك البحث في الكيفيات والشروط اللي يجب أن يكون عليها حضور الغيرية حتى لا تكون تهديدا لوحدة الذات وحريتها إذن نشوف أحنا شو كتبنا هنا في الأصلاح أول حاجة عنها التمهيد معناتها المقدمة يمكن أن تلاق من بربي 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 في التمهيد لا تأرخوا ولا تبدوا تحكيوا على تاريخ الفلسولة ولا على التاريخ الفيلسوف وشي همك فيها تشدقلك فيها الفلسولة واختيش ظهرت انت عرفها كمعلومة ليكا ما ما تكتبهيش في المقدمة لامتحان متاعك ولا تبدى هكا تعطي شهة قولي نو واضح لا شهة قولي ولا تبدى تهز وتصبط وتخرم ولا تبدى تأرخ ولا حتى شيء ولا تبدى تعرف في المصطلحات المصطلحات ما نعرفوها مش في المقدمة لا تعرفوا ولا تأرخوا ولا تبدوا تحطوا في شهة قولي واضح سيبوها المقدمة يزي يزي ما مرمدتوها بهذلتوا بحالها احترموها عطيوها شوية يقدر إذن التمهيد يمكن الانتلاق من المفارقة بين الوعي بالذات باعتبارها تجربة باطنية حميمة تتسم بالتفرد والاستقلالية وبين واقع التجربة الفعلية للوجود الانساني التي تكشف عن حضور الانسان ضمن شبكة مركبة من البناء والعلاقات سينوكين حسيت روحكم هلهل في كتابة المقدمة تتفكروا في حسة المنهجية عطيتكم كيفاش تجموا تبدأوا المقدمة تكتبوها أو اكتشاف الطابع المركب للاناء الذي أفضى إلى مراجعة تصورين للذات ولمنزلة الغيرية فيها والتي صارت قائمة في بنية الذات نفسها باعتبارها غيرية داخلية بالنسبة للإشكالية امتاعي نزمن هنا تجمو تعملها في شكل ثلاثة أسألة ولا زوز أسألة دونك ثلاثة أسألة بش يكون سؤال عام أطروحة مدومة مع أطروحة مستفدة واضح وإلا زوز أسألة دي غيكتمو دونك هنا بش نسأل هنا نقول هل يؤدي انفتاح الغيرية إلى تشضيها وفقدينها لسياداتها دونك بش نوري لهنا السؤال هذية راني أنا بش نحلل كونه الغيرية نفي لوحدة الذات أم أن في ذلك ما يؤدي إلى إثرائها باعتبارها وحدة متكثرة تتجادل فيها حرية الذات مع إكراهات الضرورات النفسية الضرورات النفسية والاجتماعية لهنا البرتي الثانية متاع الجوهر السؤال هذية بش يكون هو البرتي الثانية متاع الجوهر خاطر في الجوهر متاعنا ملوه للنجاري والموضوع نحلوه اللي يعطاهونا من بعد نعطيوه نقترحو البديل به بلورد الموقف من المشكل المطروح دونك بش نبدا في الجوهر متاعي عملت التمهيض أبعدت سطر عملوا كتر واكارو هذو تما أدخلوا وزيدوا وابعدوا سطر ما بين المقدمة والإشكالية وبعدوا سطرين أخرين بش تدخلوا للجوهر بش توري إلي التلميذ منظم وغي سباك الورقة متاعو به إذن لهنا بلورد الموقف من المشكل المطروح الغيرية بش نبدا نحلل سؤال الموضوع كيفاش الغيرية اتمثل نفي لوحدة الذات وحريتها وذلك ببيان أنا توا كتلميذ لازم ننبين كيفاش الغيرية تنفي وتقصي وحدة الذات وحريتها دونك أول حاجة اعتبار الغيرية أنا آخر لهنا بش نبدا نخدم على المفاهيم التاعيرة ونشرح في المفاهيم اعتبار الغيرية أنا آخر أو غيرية خارجية أو الطرف المقابل وهو ما يجعلها تهديدا للذات اعتبار وحدة الذات من جهة بساطتها وانسجامها وتطابقها مع ذاتها وثباتها مما يجعلها في تنافر مع كل ما هو مغاير لها نخدم على المفاهيم ونبدأ نعطي معناتها في في الحجاج جمتاعي اذا اعتبار حرية الذات بما هي إرادة مستقلة وسيادة على الذات في تعالن عن كل ضرورة داخلية أو خارجية وبعد ذيك نعمل الانتهاء إلى أن الغيرية سواء كانت داخلية أو خارجية تمثل وتهديدا لوحدة الذات واستقلال لياتها به تو انا حللت سؤال الموضوع اللي اعطاهوا لي بش نمشي نبين عكس الكلام هذك معناتها بش نبين اللي راه مهوش صحيح الغيرية تنفي وحدة ذات وحريتها وإنما تثريها دونك بيين كيف تكون هذة راه في وسط الجوهر بيين كيف تكون فما جملة راه تنتقلوا بها إذن بيين كيف تكون الغيرية إثراء لوحدة الذات وتأكيدا لحريتها الفعلية وذلك بي الاستعاظة عن تصور سلبي للغير بتصور إيجابي من جهة اعتبارها أنا أخر غيرية خارجية أو باعتبارها مكونا بنيويا للذات غيرية داخلية استبدال وحدة الذات بما هي جوهر قائم بذاته بتصورها بتصورها من جهة أنها وحدة مركبة لا تتحقق إلا في إطار التفاعل مع ما هو مغاير لها استبدال التصور الميتافيزيقي للحرية بتصور تاريخي من جهة اعتبارها مسار تحرري قائم على التفاعل والنافي والجدل دونك لهنة التفاعل وهنا به مرحلة الاستخلاص توا كملت أنا حللت الجوهر متاعي عملت لي دوب أختي متاع الجوهر متاعي بش نمشي للخاتمة الخاتمة متاعي بش تكون بالطريقة هذي لا تحلوا أفاق ولا تحلوا أبواب ولا شبابك ولا حتى شي هاي لخص وبوان ويعتيك الصحة دونك الانتهاء إلى أن الذيت تظل مفتقرة ليقينها بذيتها في غياب الغيرية وإلا تجم تقول اعتبار أن وحدة ذيت وحرياتها ليست معطى بل تكتسب من خلال أشكال السراع التي تخوذها الذيت في علاقتها بذيتها وفي علاقتها بالغير وفي علاقتها بالعالم دونك الهني تراجعوا مليح الدرس الإنية والغيرية بالموضوع الثاني جيكم على النمذجة دونك قال لك هل في اعتبار النماذج إهمالا للواقع ما يفضي إلى تخلي العلم عن الحقيقة دونك الهني يفترض سؤال الموضوع أن النمذجة ليست إخبارا عن الواقع وليست وصفا لحقيقة ما يحدث فيه ليطرح بعد ذلك مهمة البحث في إمكان وجود علاقة لزوم اللي هو قال لك هل يفضي؟ فما لزوم لهني بين اعتبار النمذجة إهمالا للواقع وبين الحكم بتخلي العلم عن الحقيقة وذلك على أساس التسليم بالربط بين الواقع والحقيقة دونك لهني أنه بش نبدأ ونشرحه في المصطلحات متاعنا أول حاجة لازمني نفسر النماذج دونك إنك ينقول لك النموذج النموذج هو نعني به تمثلاً بسيطاً مبسطاً نبدلها تمثلاً مبسطاً لويقا بهدف فهمه هذا شمعني نموذج وَالتَّحَكُّمِ فِيهِ وَلَمَّا كَانَ كَذَلِكَ 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 فَإِنَّهُ يَقُومُ عَلَى تمثيل الأنساق الطبيعية والإصطناعية بطريقة إبداعية إبداعية لا تدعي تطابقها مع الواقع نوكل هنا استراتيجيا الإهمان نشرح في المصطلح حسب الموضوع اللي جاني واضح إذن يقول لي أنه عندي زادة مصطلح آخر هام الواقع قعد راني نعم في التخطيط متع الموضوع نتو في الورقة ونفسر فيه إذن الواقع هنا بوصفه بناء عقليا لا معطى لا معطى واقعيا عندي مفهوم آخر زادة هام لهنا الشقيق نستخرج جيمة المصطلحات المفاهيم المتاعي الشقيقة باعتبارها مطلب العقلانية العلمية العلمية في سعيها إلى انتاج معرفة موضوعية كونية معرفة موضوعية كونية به لازمني نبعد نبدأ أول حاجة كي نبدأ في الجوهر المتاعي لازم نبدأ نحلل مبررات القول بتخلي العلم عن الحقيقة على أساس إهماله للواقع وبعدك نمشي نبين أنه النمذجة كسياغة جديدة لمنزلة الحقيقة العلمية ضمن بنية جديدة للعقل العلمي نتبعوا مع بعضنا نبدأ التمهيد نبدأ المجمو بالطريقة تنزيل المشكل ضمن التحولات التي يشهدها العلم على مستوى مفاهيمه ومناهجه ومبادئه وما انتهى إليه ذلك من مراجعات إبسيمولوجية كلمة إبسيمولوجيا تعني المعرفة الإشكالية تجمو تطرحوها بالطريقة هذه تقولي بأي معنى تقوم النمذج على إهمال الواقع وهل في ذلك ما يفيده تخلي العلم عن طلب الحقيقة أم هو إعادة بناء لمفهومها ومعاييرها بلورة الموقف من المشكل المطروح بيان أساس القول بأن أول حاجة لازمتك تحلل ذي رو عمل تخطيطي تكتبوا في الامتحان واحد واثنين وتحطوك النجوم وصص القول بأن إهمال النمذج للواقع يفيدوا له التخلي عن طلب الحقيقة الوقوف عند مظاهر الإهمال تحديد دلالة النمذج بما هي مسار إنتاج النمذج بوصفها تمثلات تطلب فهم الواقع وبعد ذي تحديد دلالة الإهمال بما هو فعل قصدي ينجزه المنمذج في علاقة بالواقع ضمن خطة ومشروع وبعد تأكيد أن آليات النمذج تستند إلى الإختزال والتبسيد وبعد هنا لازمتك توريلي تبرز أن النمذج ليست إكتشافا لواقع معطى بل هي بناء لواقع وبعد ذي توري تبين لازمتك أن النمذج لا تطلب لا تطلب اكتشاف الحقيقة أو أنها تعلن وتخليها عن الحقيقة بما هي حكم مطابق للواقع ونهائي اليقين أنا حللت سؤال الموضوع متاعي بينت كيف أنه إهمال النماذج للواقع يفيد التخلي عن طلب الحقيقة مش نمشي توا نبين عكس ذلك نقدم البديل هنا في المرحلة الثانية بتاعك في الجوهر سوف تبين أن النمذج ليست تخليا عن الحقيقة بل هي مراجعة لمفهومها ومنزلتها كيف هنا لازمتك توري فون استبدال الحقيقة المطلقة والنهائية بالحقيقة المفهومة بالنظر إلى مرونة النماذج في علاقة بالسياق من جهة وببعضها التداولي من جهة ثانية وبعد توري الانتقال من الحقيقة القائمة على الاكتشاف والمطابقة إلى الحقيقة بما هي بناء والقائمة على معيار الملائمة والصلاحية ولازم زيدا تبين أنه النمذج معرفة موجهة نحو الفعل والحقيقة ليست سوى الفعل نفسه كملت بيانت هذا عم بش نمشي للخاتمة بتاعي ونقول اللي تأكيد قيمة النماذج بما هي فهل من أجل الفعل تجم تقول بيان أن مشكل النمذج لا يكمن في تخليها عن الحقيقة من عدمها فحسب وإنما يكمن في المسئولية الأخلاقية للمنمذج بالنظر إلى التداخل ما بين العلمي والسياسي والاقتصادي وهكاية يا جماعة نكونوا كملنا إن شاء الله تكونوا معناتها استفدت وفهمتوا كل ما كان غاية اللي بعليكم في معناتها من معلومات آي شنو عندكم أسألة ما دام حقيقة أنا ما كنتش كيفش نفهر ما كنتش في المضاري فكتنا الأطروحة المضحوظة توافهمتها سيبون الأطروحة المضحوظة هي راهو الموقف كما قلت لك إذين فيه الكاتب اللي ما ما يحبوش سبحان الله ما عشبوش ما جيش عشبوش على خواطره ما دام في في نسترم ما دام في الكيسيون الخريني لازم اللي نشو مع القولة بعد الجيو ضدها كيفش عاود لي خطر عندك حس بحذك ما دام قلت لك لازم معنت في الكيسيون وذي الخريني نشو مع القولة بعد الجيو ضدها نعم 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 الجوهر اي 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 بيانسوخ الجوهر تحتوي على عنصرين تسير القول وتضحذو معنى تتقدم البديل معنى هو قال شفت مثلا كيما الموضوع اللول قال وين هو الموضوع اللول استنى على الواعي مدع نشو الواعي قال لك الغيرية قال لك هل يمكن اعتبار الغيرية نفيا لوحدة ذات وحريتها هو الهن في الموضوع قال لي اي رأوا الغيرية تنفي وحدة الذات وحريتها معنى الغيرية مشكل بالنسبة لوحدة الذات وحريتها انا لازمني نسير لهن ونبيان لكيفش هي في الجوهر في المرحلة الثانية نبين كيف تكون الغيرية اثراء لوحدة الذات وتأكيدا لحريتها الفعلية لازم تعطي البديل بتاعت تضحف العنصرين همين رووه همين الزوز روه شن ما مدع نش 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 ال بارتيل ولا الثانية ولا لا ش تكتب هيلو في وسط الدوار واحد عربي اثنين عربي وإلا نعم الجملة مدام خير جملة التحول لاتك اسمع اسمع ونقول لك هذيره تخطيط اللي نمد تقولكم الامتحان لاتك واحد عربي لوحد سوري لوحد روماني واضح لنجوم ولمطاط ولقلوب بلوك واحد تبدأ تحرر بلوك واحد فقرة معناتها انتش كتابي كما كنتوا تعملوا وانتوا مصغاء باهم مغضرة بسرين شنية وحدة الذات وحدة الذات بسيطة معناتها الذات الذات هاني ها ها انا رجعون ها الذات معناتها وحدة بسيطة وتجم تكون وحدة بنيوية مركبة كما انا مثلا ذرا بيب وحدة لكني مركبة من نفس وجسد اه 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 ايه اخي التمهيد مثال اللي شفت التمهيد التمهيد ايه شبيه التمهيد شفت في كوريكسون في بكويب يبدأ كما هكا يمكن الانطلاق من التوتر بين كذا وكذا نكتب كيف هكا يمكن التوتر بين لا 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 ما تكتبش يمكن الانطلاق من التوتر لا تعطي معناتها تبدأ المقدمة بتاعك بالتوتر هذا كهو معناتها توريه كيفاش هو جسد قالك يمكن الانطلاق هنا معناتها جسد انتي بش مبين لك منين تجم تنطلق في المقدمة فهمت فهمت ماليك ما تكتبش يمكن الانطلاق اه ايه اذا كالي حتى انا حبيت نسرك علي انا هنا جسد مبين لك كيفاش اي اي خامتك مالا اسمعوني يا جماعة تجم مثلا ريتوهم هذو هذي عمل تخطيطي رو انا اللي عطيته لكم الاجابة عمل تخطيطي في المواضيع كيف تحبوا اخدموهم في الدار حروهم اتدربوا على الكتابة مش وقت الامتحان مش تبدأ تعلم تكتب وقتها هاو عندكم انتم التخطيط حاولوا حروهم ابعثوهم المدام ايا ولا شكون تتواصلوا معاه ولا الجروب متاعكم اللي يحب يخدم يبعثوا الراه نشوف كيف يخدم ما عنديش مشكل انا راو ايه مادام مرسي مادام جزت جملة مثال الجملة ذيك البعد مش نتعدى نحكي كونتر ذيك تتعدى ذيك حسب الموضوع دي بش يجيك مثال كيف عطيني مثلا احنا الانتهاء الى ان الغيرية سواء كانت داخلية او خارجية تمثل وتهديدا لوحدة الذات واستقلاليتها تجل ما تقول نعني الهنا ماهوش ديما هذك القعدة راو الهنا نحكي جزت مفسر لك بعد انتي تحرر على روحك نخلي الحرية للتلميذ في التحرية تقول اللي راهوا معناتها في حالات اخرى هي تمثل اثراء جزت تحكس له هكا بجملة صغيرة الكلام اللي كنت تحكي فيه بهي ماذا معايش هاي شو ناخ هاي ما زلت شي عندكم اسألة بهي يا جمعة بما انه الناس كل الدرس واضح لها ما بقامة لكن نقول لكم الى اللقاء في حسة قادمة متشكرين على الانتباه متاعكم وعلى الحضور متاعكم و معناتها الوقت اللي موجودين فيه مبعضنا ذايا ذاك نحب نقول لكم الى اللقاء مراجعة موافقة بون كوراج ما تخافوش عادوا اقرأوا اللي عندكم لكل نتمنلكم كل النجاح والتوثيق و زي داراوم كما تعطيو الروحكم كما تخدمو وتراجعو عطيو الروحكم شوية دو تنزل تن وقت راحة اقرأوا ارتاحوا اقرأوا ارتاحوا مش ترتاحوا ماذا تقضوا تفرجوا في المساسلات وترقضوا بي دونك ايه بون كوراج الى اللقاء غدا ان شاء الله ايه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة